لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن خريطة المؤيدين لدستور أحمد العرابة الذي باركه الرئيس عبد المجيد تبوت في البداية كثيرون يقولون لماذا تسميه دستور أحمد العرابة بل سميه دستور تبوت أول رئيس تبوت ليس خبير دستوري ولا هو الذي ألف وأعدى هذا الدستور يجب أن نفهم هذا الشيء حقيقة هو باركه وهو دافع عن أحمد العرابة وزكاه ووصفه بأنه يثق فيه كثيرا وأنه ابن شهيد وما إلى ذلك من تلك التزكيات التي استمعنا إليها العرابة أنا عندي ثقة كبيرة لأنه ابن شهيد قدرش نتهمونا بأمور للوالد نتاعه والشاهيد والله يرحم شهد انتعنا وستشهد بلا إله الله محمد رسول الله قدرش نتهمونا بأمور أخرى سي العقون للمقرر نتعلجنا أولا ابن شهيد والوالد تاعه رحمه الله وطيب ثراه هو وشهدتنا توفى مع أخه بالمهيد رحمهم الله كلهم ولكن الحقيقة أن هذا الدستور ألفه البروفيسور أحمد العرابة لذلك نسميه دستور أحمد العرابة وإذا باركه الجزائريون وصار دستور الدولة الجزائرية سيصير دستور الدولة الجزائرية وإذا رفضه خلاص سيذهب إلى نفايات التاريخ هذا من حيث الموجود لذلك نسميه دستور أحمد العرابة لا يعني أننا نبرأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من هذا الدستور بل باركه وهو الذي مرره الشعب وامتدحه في خرجات إعلامية هذا هو الظاهر الباطن الله أعلم به وإن كانت كل المعطيات جعلتني من قبل أقول كأن الرئيس لا يريد تمرير في هذا الدستور في ظل المعطيات والظروف والأشياء الكثيرة التي تحدثت عنها من قبل التي تؤكد كأن الرئيس لا يريد النجاح لهذا الدستور بل يريد له أن يذهب أن يرفضه الجزائري على كل حال سميناه إذن دستور أحمد العرابة وسنصر على هذه التسمية إلى غاية ظهور نتائج الاستفتاء حيث سيكون لنا كلام آخر الحقيقة التي وجب أن نقرأها أن هناك الذين يؤيدون الدستور وهناك الذين يرفضون الرافضون للدستور هناك من ليس لهم ثقة أصلا في الدولة هناك أيضا من الذين يرفضون شرعية الرئيس تبون وهناك أيضا من يرفض الذهاب إلى الاستفتاء لأنه يدرك أنه بدعوته للجماهير كي تذهب إلى الاستفتاء سيكون مصير هذا الدستور هو الرفض لذلك يفضل دعوات المقاطعة حتى تأتي أقلية وتمرر الدستور لحكم الأغلبة هؤلاء تحدثنا عنه ونحن من الذين يرفضون هذا الدستور ليس لأنه دستور سيء كله أبدا فيه كثير من الإيجابيات ولكن فيه ضبابية وفيه سلبية خطيرة وأيضا أنه كتب بسرعة ويجري تمريره بسرعة وفي ظروف غير مواتية وجرى تمريره أيضا على برلمان بوتفليقة لتظل بصمات العصابة في دستور ما بعدها 22 في إذريل 2019 أيضا هناك من الذين أيدوا المسار الدستوري الذي أدعمته المؤسسة العسكرية في عهد القيد صالح رحمه الله ولكنهم الآن يرفضون هذا الدستور استجابة لما قاله رئيس الجمهورية أولا أنه أنزله للشعب ومن حق الجزائريين أن يرفضوا هذا الدستور أو أن يؤيدوا حق مطلق وحق دستوري مطلق والرئيس ما دام ذهب بالدستور ونحن ضد هذه الطريقة أصلا من حيث المبدأ ما دام وصل وذهب بالدستور إلى الاستفتاء إذن الشعب الجزائري من حقه أن يقول لا ومن حقه أن يقول نعم هذه هي الديمقراطية وأيضا أن الرئيس قال عشية أدائه لليمين الدستوري هذا ما قاله وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب جاءت تدخل في إطار أن نقوم إذا أخطأ ونحن نرى بأن هذا الدستور لا يرقى بأن يكون دستور للدولة الجزائرية الجديدة التي جاءت بناء على حراك شعبي تاريخه لا نظير له الملاحظة والمؤكد أن عصابة بوتفليقة سارت في إطار دعم الدستور ومعلومات ترشح من المحامين لعناصر موجودة في السجون ممن طالتهم حملت مكافحة الفساد والآن وكانوا من رموز نظام بوتفليقة ويقبعون في السجون أبدو جميعهم تأيدهم المطلق لهذا الدستور إذن العصابة أو عصابة بوتفليقة أو العصابة تؤيد دستور العرابة العصابة تؤيد وتدعم دستور العرابة هذا من جهة من جهة الظاهر ماذا لاحظنا جبهة التحرير الوطني تعلن الآن تصول وتجول تعمل في حملة انتخابية بل أبو الفضل بعجي الأمين العام لهذا الحزب وهو طبعا حزب طبل وزمر سنوات طويلة لبوتفليقة وأطلق الوعود والعهود التي لا تحصى ولا تعد بل وعد الجزائريين أنها ستتحول بلادهم إلى جنة وما إلى ذلك من تلك الوعود التي ألفها الجزائريون في عهد بوتفليقة ولم يتحقق شيئا جبهة التحرير التي للأسف كانت مفخرة للشعب الجزائري والآن تحولت إلى مجرد الرد سوء يعافف الجزائريون لأن هذا الرصيد التاريخي العظيم تحول من أياد الوطنيين الذين كانوا يدافعون عن هوية الدولة الجزائرية إلى مفسدين وفاستين بينهم من يقودهم يقول أن الهوية لا تسمن ولا تغني من جوه هذا ما قاله هذا البعجي الذي ركب الموجة وصار يطبل ويزمر لهذا الدستور وبالطريقة البتفليقية حزب جبهة التحرير بالأمس كان حزب بوتفليقة وكان بوتفليقة هو رئيسه الشرفي منتعى الفخر والاعتزاز وتأسيا بقيمنا الراسخة من واجب الامتنان للمحسنين والعرفان لأصحاب الفضل وأهل العطاء يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة كما شاهدتم هذا هو العرس الذي أعدته جبهة التحرير للعهدة الخامسة هذا هو العرس الكبير الذي أعده معاذ الذي كان منسق لهذا الحزب وطبعا لا تقول لي أن القيادة تغيرت بل أن كل الذين الآن يتواجدون في قيادة جبهة التحرير الوطني كانوا يصفقون في هذه القاعة لعهدة خامسة لبوتفليقة إذن الحزب الذي صفق للعصابة وبارك للعصابة والأرندي الأمر آخر الأرندي أيضا حزب الأرندي أيضا وتشاهدون الآن على الشاشة في الصور أحمد أو يحيى الأمين العام لحزب الأرندي ومن معه في هذه المنصة حيث يجري التصفيق للعهدة الخامسة لبوتفليقة إذن جبهة التحرير الأرندي وأجزم لكم أيها الجزائريون إذا رأيتم جهة تباركها هذه الوجوه البائسة في حزب الأرندي وحزب جبهة التحرير فتأكدوا أنه لا صلاحة فيها للجزائر وأنه هناك فيها فساد كبير لأن هذه الأحزاب لا يمكن أن تسير إلا في إطار ما تريد منهم تحصيل منافع شخصية فقط لا تهمهم الجزائر جبهة التحرير غير التي نقدسها ونمجدها انتهت من زمان أما هذا حزب دكان حزب آخر يتداول عليه فاسدون ومفسدون إن لم تكن ذممهم فاسد ماليا فهم أيضا قد يكونوا إلى فساد آخر هناك الفساد الأخلاقي وهناك فساد في الضمير وهناك الفساد السياسي وهناك الفساد الاجتماعي وما إلى ذلك لأن الفساد ليس فقط فساد ماليا أحبت أن أعطيكم نماذج للوجوه البائسة التي تؤيد هذا الدستور في حين الذين يرفضونه سواء الذين يرفضون الذهاب حتى النسبة من الذين يقول لا نذهب إلى صناديق الاقتراع ليست لديها ثقة في السلطة وأيضا هناك فئة كبيرة وواسعة من الجزائريين الذين أيدوا المسار الدستوري هم الآن يقفون غصة في حلق هذا الدستور الذي يراد تمريره وهو عبارة عن قنبلة شضاياها إن تفجرت يوما ستأتي على حساب البلاد والعباد وستمزق الجغرافيا الجزائرية وتفرق الديمغرافيا أيضا هذه النماذج نذهب مثلا إلى بنغرينا تعلن الحركة عن موقفها الإجابي من الدستور وتدعو الشعب الجزائري إلى التصويت عليه بنعم على مصروع هذا التعديل حماية لمصار التحول الوطني هذا القرينة أو هذا البنغرينا الذي كان وزيرا للسياحة وكان مسؤولا وكان مطبلا ومزمرا لإئتلاف الرئاسي الذي كانت فيه حركة حمص مع الأرندي وجبهة التحرير وطالما اجتمعوا وباركوا العهدات السابقة وما إلى ذلك والتاريخ تعرفونه هذا الرجل كان يوما ما باء فقط في ندوة صحفية مع جمال ولد عباس الأمير العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس الذي يقبع في السجن بتهم الفساد وحكم عليه أصلا طالته أحكام قضائية بتهم الفساد بنغرينا استمعوا أنا مبادرة عندها ثلاث أشهر وتحت عنوان التوافق الوطن إلا أننا اليوم غيرنا التسمية سميناها اللي نقدمها بعد كانت محل مدارسة سميناها مبادرة التوافق عنوانها الجزائر للجميع حتى تبقى باسم جديد آخر وغيرنا التسمية وأحيانا الوالد والوالدة يختلفوا على والجدة يختلفوا على تسمية الوالد واحد يسميه علي واحد يسميه لخضاء واحد يسميه محمد فهاليوم واحد يسميه عبد العزيز واحد يسميه كل واحد التسمية اللي عنده والدكتور سميه باسم رئيس الحزب ورئيس الدولة رئيس عبد العزيز كل واحد يسميه نعم حتى استمعتم حتى سمالوا عبد العزيز واحد يسميه عبد العزيز هذه المبادرة كانت مبادرة يلتحق هذا الحزب هو حزب ليس لديه شعبية كبيرة ولكن في تلك الفطرة جماعة المطبلين والمزمرين للعهدى الخامسة يحتاجوا إلى مثل العلوين الكثيرة لتأييد العهدى الخامسة المشروع كان مشروع العهدى الخامسة ومزارت الظروف في ذلك الوقت لم يتم الإعلان عنها فقط هذه القضية بل أنه استمعوا أيضا ما قال ابن جرين سلام عليكم عزيز طعام جليد لتصور أحرام هذه سؤال فيما يخص حركة البناء هل تأييدون ترشح الرئيس عبد العزيز المفكرة وما هو تصور الحزبين لمصطلح الرئيس وفي المرحلة القادمة شكرا أشكرك أخي عزيز تفضل أخي معالي الدكتور بعبارة قال نحن في جبه التحرير الوطني نلتمس ونطلب من رئيس الجمهورية الاستمرار وآمل جبه التحرير الوطني أن يقبل هذه الدعوة في حركة البناء الوطني يوم يقبل رئيس هذه الدعوة سوف يجتمع بالضرورة مجلس شورى الوطني ويدرس كل الخيارات الممكنة له لكن في قناعة عبدالله منغرينة أن المقاطعة غير واردة في استحقاق مثل هذا اللي هو استحقاق الرئاسي وأن الحركة سوف تنخرط في استحقاق الانتخابات الرئاسية مع الدولة الجزائرية إما ترشحا أو تحانفا بما يراه مجلس شورى الوطني الذين عقدوا بالخريف المقبل مناسبا لدولة الجزائرية لم يعطى الضوء الأخضر لجمال ولد عباس ولا لهذه الأحزان كي يعلنوا رسميا عن ترشيح عبدالعزي متفريقة لم يأتيهم الضوء الأخضر لذلك بدأ يراوغ فقط ولكنه كان مؤيدا للعهدى الخامسة في حركة البناء لا نخوض انتخابات رئاسية نحن نخوض انتخابات برلمانية وبلدية ولا نترشح للانتخابات الرئاسية وإنما نرشح الأقرب إلينا من القيادات الوطنية في تسيير دواريب الحق في قناعة نحن كدعمنا لمؤسسات الدولة القائمة نحن لازلنا ندعم البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهور أيضا حزب بن جرينا لم تكن لهم تطلعات أن يكون له ترشح يخوضوا الانتخابات الأخرى ولكن لا يخوضون الانتخابات الرئاسية ولكنه بعد ذلك خاض الانتخاب بل أنه أعلن نفسه أنه سيكون هو الرئيس كنا رئيس الجمهورية القادم بإذن الله بنصر الله سبحانه وتعالى والتفاف الشعب كنا رئيس الجمهورية القادم بإذن الله بنصر الله سبحانه وتعالى والتفاف الشعب قد يقول قد يقول واحد منا أن الأمور تغيرت وأن فكرة في حركة البناء لا نخوض انتخابات رئاسي غيرتها المعادلة غيرها الشارع الجزائري عندما تحرك غيرتها المؤسسة العسكرية عندما غردت خارج سرب عصابة مثل هذه الأمور تغيرت فتغيرت المعادلة وطبعا السياسة هذه أنا لا أقول هذا الكلام كي أطعن في الرجل المواقف السياسية تتغير المبادئ لا تتغير ولكن المواقف السياسية تتغير فطر معينة هو يبحث عن فضاء إلى حزبه رأى التوجهات كلها لصالح بوتفريق مشى معاه ولكن لما تغيرت المعادلة جات أطمع أن يكون رئيس جمهورية فقال بل أنه نصب نفسه حتى أنه هو من رؤوس الحراك الشعبي ونفى بذلك وغيب كل المناظرين الذين سجنوا والذين طوردوا في الخارج والذين تعرضوا إلى ما يبدأ له الجبين كل خرجهم وصار بن جرينا هو المناظر الكبير وصاحب الحراك الشعبي وصاحب الجباة وهذه للأسف الشديد من البلاوي التي تبتل بها السحة السياسية الجزائرية لعم قد يقول أنه تغيرت ولكن أنه نعطيك نموذج أنه هذه القضايا ليست مبدئية لأنه قضية رفض الدستور قضية تتعلق بالمبادئ وليست بالمواقف السياسية لأنه أعلى قانون في الدولة الجزائرية ولو في كل الدول هو الدستور إذا كان هذا الدستور تعامل مع المبادئ بتلك الطريقة وتعامل مع هوية الجزائريين بما يفخخها فالقضية لا تتعلق بمواقف سياسية بل تتعلق بمبادئ 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 وقيم وأعتقد أنه هذه المبادئ والقيم لا يمتلكها هؤلاء الذين يطبنون ويزمرون حسب مصالحهم الشخصية أو حسب مصالحهم الحزبية أو حسب أطماعهم في تولي السلطة وبلوغ المناصب العليا في الدولة الجزائرية القضية هي لم تقتصر على بنجرينا فقط فيها أيضا سلطاني سلطاني الذي طبل وزمر أيضا من قبل سلال وشكيب خليل وطرطاق وطوفيق وكلهم كلهم كلهم استمعوا هو رجل محظوظ وولد في فمهم العاقة من ذات صحيح كيف لأن سلال طيبة قلبه ومزاحه وارياحيته ما عندهش تطلعات ما عندهش صخف سلالة هو صحبي كثير كيتكلمي على سلالة كأني تكلمي على روحي شوف كنكبر طوامه هل نقوله حاجة نقول لك باللي ما وش بولده وفي فمهم العاقة من ذهب ولده ومعه الحظ ولده معه الحظ درج المحظوظ رب يعطاه على قلبه الله يزيده وأنا أعتقد بلي يصلح الجزائر يصلح الجزائر يصلح حتى فوق مصب وزير أول يصلح الجزائر كرئيس جمهورية يصلح الجزائر هل يستحق منصب سامي في رأيك يستحق وبيكون الجزارة شكيب خليل يستحق منصب سامي في الجزائر يستحق أن يكون وزيراً للمحروقات كما كان وزير الطاقة والمناجم أو الطاقة على الأقل ويستحق أيضاً أن يكون وزير أول لماذا لا؟ هذا بعد ذلك لما يسأل لما يسأل كيف يبرر كيف يبرر هذا الموقف ونذكرك فقط سيد أبو جرام كنت قلت قلت بلي أنه سلال رجل دولة ويصلح ليكون رئيس رئيس الجمهورية وأنت تشاهده يحاكم يحاكم ويستجدي القاضي ماذا شعرت أو كيف تبعت تلك المحاكمة وبماذا خرجت في النهاية شوفي أولاً الحكم الإنسان على الإنسان بما يعرف إخوة يوسف لما سئلوا هل خوه مسرق بالفعل قالوا ما شاهدنا إلا بما علمنا وما كل الغيب يحافظين ما شاهدنا إلا بما علمنا الشيء اللي نعرفه معهم قلنا الغيب ما نعرفهش أنا الكلام الذي قلته في من كان يعملوا معي أرى كان وزير أول رئيس حكومة يعني طيب طيب قلت الذي أعرفه فيه في ذلك الوقت في ذلك الوقت في سنة 2016 و2017 لبرره على أنه لم تكن لديه معلومات آت آت هو ليس جهة قضائية حسب ما يعلم وضرب مثال آل بيوسف عليه السلام بإخوة يوسف عليه السلام ولا جاء ويراوة إذن أنت ما تجهل كيفاش تزكي أنت تدعي أنك داعية وأنك رجل علم شرعي وأنك رئيس حزب إسلامي كنت رئيس حزب إسلامي وأنك رئيس منتدى الوسطية رغم أنك ما زلت فر من العدالة الدولية تدعي كل هذه الإدعاءات وبعد ذلك تزكي أشخاص رأس لبلوغ المسئوليات يكونوا في مناصب عليا البلد حتى رئاسة الجمهورية مثل سلال وفضائحه من المفروض بعدما أخطأت هذا الخطأ وليس لديك معلومات وتزكي في الناس أغلق فمك لأنه قد يأتي يوم آخر هذا الدستور الذي تزكيه قد يأتي يوم آخر وتنفز الأمور تقول أفتينا إلا بما علمنا ستقول هذا الكلام ولكن بعد فوات الأوالي ذلك لا يمكن أن يستمع لك الجزائريون الآن يوم ما زكيت لهم شاكيم خليل هارب بالمليارات إلى أمريكا زكيت لهم سلال والملفات التي انكشفت وزكيت فلان وعلان وكلهم اللي زكيتهم كلهم ورصحتهم يكونوا في مناصب عليا رههم في السجود حتى تبون حتى الرئيس تبون لما تمت إقالته من رئاسة الوزراء بعد ثمانين يوم أو مدة قياسية صغيرة أنت في ذلك الوقت طعنت فيه وقلت بأنه يتسرع متسرع ألم يكن الآن متسرع أيضا في قضية هذا الدستور بناء على كلامك أن نستمع تقديري أن المسألة أعمق من ذلك وأن السرعة التي بدأ بها سيد تبون ممارسة مهمه قد عجلت بذهابه لأن الوضع حساس الوضع في الجزائر حساس لنحن نعيشه أوضاعا غير طبيعية ومحيطنا كذلك الإقليمي والدولي كذلك فيه نوع من غير طبيعي فيه ليتحملوا اتخاذ قرارات كثيفة وكثيرة جدا تساهم في توطير الجبل الاجتماعية تساهم في خالة السلم الاجتماعي تهزنوا عن صيقة الشركاء السياسي والاقتصادي والاجتماعيين يعني تقديري الخاص أن السرعة الكبيرة التي بدأ بها السيد تبون يعني مساره السياسي ومساره التنبيلي قد عجل بذهابه لأن الوضع الذي جاء به وضعا حساسا ولا يتحمل اتخاذ قرارات كثيرة وكثيفة ساهمت نوعا ما في توطير الجبهة الاجتماعية وساهمت كذلك في خلخلت إذن إخواني هذه النموذج آخر من نماذج البائسة نعم النماذج البائسة التي تزكي هذا الدستور واحد كان مع العهد الخامسة ويقول في كلام بعد ذلك لاحت فيه الأفق أمال أن يكون رئيس راح يهرع الآن كان ادعى أنه رأس حربة الحراك الشعبي وبعد ذلك صار يطبل ويزمر للدستور الثاني جبهة التحرير أيضا شاهدتوها لأندي شاهدتم كل الذين كانوا يطبلون للعصابة الآن يطبلون للدستور وهذا سلطاني بوغر وشفتهم بعيونكم ورأيتم كيف كان وكيف أصبر أمر آخر نعطي مثال رغم أن هذا نموذج لا يستحق أن نتحدث عليه هذا رئيس حزب هذا الحزب يسموه الإصلاح الوطني هذا المدعو غويني هذا الحزب كان حزب شيخ عبد الله جبل كانت عنده كتلة برلمانية عندما كان عبد الله الشيخ عبد الله جبل هو وقع يا رئيس الحزب بعد ذلك عملت له السلطة خطة وانقلبوا عليه بعد ما انقلبوا عليه قبل أيضا في حركة النهضة لأنه رفض أن حركة النهضة كانت عندها ثقل لما كان فيها عبد الله جبل عملوا له أيضا قالب وحركوا له بعض البيادق اللي يعملوا مع توفيق داروا له انقلاب وخرجوا من الحزب بعد ذلك أسس الإصلاح حركوا له نفس الأدوات بنفس الطريقة وأدوات أخرى حركوا له في هذا الحزب حركة الإصلاح وأطاحوا به واستولوا على الحزب وهم كانوا يعتقدوا أنه عندما يستولوا على الحزب يحافظوا على ثقل وزنه صارت ليست لديه أي قيمة يعني حتى المنصب في برلمان يعطى لهم يمنح لهم يمنح لهم من طرف الوليات حتى يحافظوا عليه هذا المدعو غويني الذي كان نائبا في البرلمان كان من المؤيدين للعهدات الخالسة استمدوا نحن نؤكد في حركة الإصلاح الوطني دعوتنا لترشيح السيد رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة لأننا نرى بأن عديد الملفات التي ذكرناها يمكن أن تعالج في المرحلة المقبلة نحن نؤكد في حركة الإصلاح الوطني ونجدد بالمناسبة دعوة السيد رئيس الجمهورية للترشح لولاية رئاسية جديدة نرى أنها ستكون إن شاء الله مرحلة مرحلة الجمعة مرحلة القوة كما شاهدتم دعا بوتفليقة إلى الترشح لعهدة عهدة خامسة أيضا كان أغويني أيضا حاضر كما تشاهدون في الصورة هو حاضر في العرس والتطبيلي الذي خمته جبهة التحرير وحلفائها للعهدة الخامسة هذا الرجل لم يطب الكل من هب ودم حتى السفارات يتردد على السفارة الإيرانية من أجل محاولة إيجاد موط قدم له ومحاولة كسب ثقل لنفسه وهو حزب ليست لديه أي قيمة يعني حتى الانتخابات البرلمانية السابقة لم يطرشح أغويني لأنه كان يدرك أنه لا يستطيع المرور فأراد أن يحفظ ماء وجهه ولم يطرشح إلى الانتخابات البرلمانية أيضا بعد كان مطبن للعهدة الخامسة هيا راحة العهدة الخامسة هو ركض بسرعة شاف الخريطة راح مباشرة إلى المترشح عبد المجيد تبون وبارك نلتقي اليوم مع السيد والأخ الفاضل مرشح رئاسيات 12 ديسمبر المقبل والذي حظي بدعم مؤسسات حركة الإصلاح الوطني وعلى رأسها مجلس الشورى الوطني الذي انعقدا في جلسته الأخيرة قبل أول أمس وزكى بشكل رسمي المرشح السيد عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المقبلة إذن هذا نموذج آخر نموذج آخر من هذه النماذج البائسة التي تؤيد الدستور الجزائريون الذين طاروا عن بكرة أبيهم ضد عهدة خامسة البتفلقة ضد عصابة البتفلقة ضد التسيير الذي كان قائما طالبوا بالتغيير وطالبوا بمكافحة الفساد وطالبوا بمحاسبة الفاسدين كل هذه المطالب كانت مشروعة وكانت قائما بسبب كما قلت بسبب سياسة غير ناجعة وطريقة تصرف بها الذين كانوا يمثلون واجهة الحراك ضيعوا الفرصة كان من الممكن جدا أن الرئيس الذي يحكم الآن خرج من الشارع ومن الحراك الشعبي لو كان هؤلاء كانت لديهم حكمة وحنكة في التعامل مع المشهد أو على الأقل أوصل الشخص الذي يمثلهم ويعطيهم عهود هم لم يخاطبوا أحد يرفضون 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 ولا شيء الأمور الآن هاي قاتلة ماشية بأبيهم ولا بلا بيهم هذا للأسف الشديد الذي وصلنا إليه لو أنه كانت تخذوا مسار آخر يكون في حكمة ويكون في حنكة ما كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد إذن أيها الجزائرين كما تشاهدون الذين يؤيدون دستور العرابة هذه النماذج أغلبيتهم طبلوا العصابة بينهم الذين يغرقون في الفساد عناصر من العصابة تتواجد في السجون تدعو إلى تزكية هذا الحزب فرنسا استمعوا إلى وزير الخارجية الفرنسي ماذا يقول من الجزائر الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن شعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تاديل الدستور الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها فرنسا تتمنى نجاح لهذا البلد الصديق كما لاحظتم تزكية وتمنيات أن هذا الدستور يمر إذن إخواني قد يكون موقف دولة أن تجي إلى دولة وتلقى الرئيس وكلهم وعمل يقدر بعض يقول لك من الطبيعة رح يقول هذا لا الطبيعة أن لا يتكلم أصلا عن الدستور لأن الدستور هو شأن داخل جزائري الدول تعلق تقول مثلا عندما ينجح رئيس في الانتخابات تعلق وتبارك وتتمنى له التوفيق ولكن أنه تعلق على استحقاق معين وبهذه اللغة التي توحي إلى انحياز إلى تعيد هذا الدستور أعتقد بأن الرسالة واضحة البعض يقول بأن هذا الوزير التقم على الرئيس والتقم على الوزير الأول والتقم على زير الخارجية كلهم هذه الليقاءات أثبتت له بأن هناك توجهات إلى التأييد هذا إذا كان هذا صحيحا هذا أيضا يدين المسؤولين فأنتم استقبلتم وزير خارجية فرنسا لماذا تحدثونه عن الدستور إذا كان صحيحا الذين يقولون هذا الكلام دفاعا عن النظام هم يسئون إلى النظام إن كان هذا صحيح معناها أن هناك كارثة حقيقية تستقبل وزير خارجية ثلاث مرات في العام وهي سابقة تحدثنا عنها من قبل وبعد ذلك تحكولوا على الشأن الداخل لجزائر والدستور كأنكم تريدون أن ترضوا هذه القوى بهذا الدستور كل هذه العوامل هذه الوجوب تكلمنا كثيرا عن محتوى الدستور الملغوم اللي فيه مواد آد ملغومة غامضة قد تأتي على طرق أخرى فيه كثير من المطبات التي قد تهدد الوحدة الطرابية الجزائر وكثير من الأمور أيضا فيها انقلاب على مبادئ الدولة الجزائرية وفأولها الإسلام آم إذا كان تحدث تغيير من المفروض تقول الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والمصدر التشريع يعني كيف الدين رسمي وحتى التشريع ما يكونش إذا كان هو دين رسمي الإسلام فيه شريعة وعقيدة الدين اللي فيه شريعة وعقيدة مش دين لاهوتي ليست فيها شرائع لا فيه شريعة إذا كنت الإسلام دين الدولة معناها التشريع يكون من الإسلام ولكن أن ترفض هذه الكلمة وتتعامل مع الدين كأنه لاهوت وبعد ذلك تأتي تلك المواد التي تتعلق بحرية العبادة وكذا وكذا وكثير من الأمور نحن لسنا ضد الحريات ولكن مع تقنينها وفق القوانين التي تتماشى مع الدولة يجب الدستور أن يكون أمور كأعلى وكمرجعية يكون واضح ويكون مواد بينا ويكون يجمع لم شمل كل الجزائريين ولا يفرقهم وبعد ذلك تأتي القوانين الأخرى التي تخضع إلى كثير من المعطيات والمستجدات والظروف أوف هذه هي الأمر الذي يجب أن يكون إذن الذين يؤيدون هناك أيضا من عوام الناس يؤيدون هذا الدستور وقلك نعم أنا قلت نعم للرئيس الرئيس منتخب مدام جاب هذا الدستور إذن قل نعم لا يا أخي الكريم أنت قلت نعم للرئيس انتخبت والرئيس قال لك استمعت لي قال لكم قوموني إذا أخطأت إذن وهو نزلك الدستور أن تقول لا ونعم إذا مدام أنت تثق في الرئيس علشي نزلك الدستور يروحي ألف الدستور ويجيب وحط حي خلاص يجيب يحطه للجزائريين وقل له ما هيا خلاص ها هو دستور استاذ رئيس الجمهوريين لا أبدا مدام نزلوا جزائريين إذن يجب أن يكون لديكم دعوا العواطف جانبا دعوا الشعارات الرنانة والطنانة جانبا أن هذا الدستور لأنه بركة فرنسا معناها نرفض لا ليس هذا معي ومدام بركة هذه الوجوه التي تحدثت لكم وهذه النماذج وتوجد الكثير ليس لنا دينا الوقت أن نحكيها مدام هذه الوجوه بركة معناها نحن ضد لا نحن ضد هذا الدستور من حيث الموضوع ومن حيث الشكل وأيضا من حيث أنه أصبح رهان عصابة معينة بدأت تتجدد وتتعدد وتتردد وقد نراها يوما ما في البرلمان وتعود من جديد وكأن يا بوزيد مغازي هذه هي الإشكالية التي يجب أن تكون أنا أعتقد البعض يتكلم مثلا على بيان على ما قلت تصريحات شنغريحة شنغريحة مجلة الجيش زكت الدستور وهو الذي انتقدناه كلمة فريق شنغريحة السعيد شنغريحة أيضا لم تقل اذهبوا وقولوا نعم قال يوم تاريخي وكذا 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 مثل هذه الأمور وأعتقد أنه نحن أيضا نقول أنه يوم تاريخي ولكن ندعو إلى رفض الدستور أيها الجزائريون كل النخب في المقابل كل النخب من علماء ومفكرين وخوراء قانونيين ودستوريين كلهم دعوا ما يكاد يكون بالإجماع فيما بينهم دعوا إلى رفض هذا الدستور لأنه فيه ثغرات قانونية لا يمكن أن يراها العوام لذلك أنا دائما أقول بأنه من المفروض الورقة الدستورية أو الوثيقة الدستورية لا تطرح على العوام من المفروض يشارك الناس عن طريق ماذا يشارك عن طريق برلمان مثلا ينتخبوا ناس شخصيات لديها وزنها ولديها ثقالة وهم الذين يناقشون ينتخبوا نخب حقيقية في البرلمان وهي هم الذين يعدون الدستور هم الذين يناقشون هنا الناس عوام ينظر هكذا يأتي أي واحد قد يدغدغ له مشاعر قد يقول لا قد يقول نعم لكن الحقيقة يجب أن تستمعوا إلى الخبراء خبراء القانون خبراء القانون خبراء السياسة خبراء الفكر كلهم يؤكدون أن هذا الدستور ملغوم وأعد بسرعة وفي ظروف غير مواتية ويجري تمريره بشكل مرفوض وغير مقبول وغير عقلاني أيضا ومتسرع جدا قد يكون سلطاني وأن السرعة التي بدأ بها سيد تبو ممارسة مهمه قد صادقا فيما يقول إخواني الكرام هذه النقطة التي حبيت أثيرها اليوم تحدثت لكم عن الأشخاص والوجوه التي تؤيد هذا الدستور ولذلك نقول أن رفض الدستور هو الخيار الأفضل والخيار الأنفع والخيار الأشفع للبلاد وللعباد أما تمريره إن مررته أقلية فهي كارثة وإن قاطعت الأكثرية هذا الدستور معناها أن الأقلية التي ستذهب وتنتخب هي ستمرد الدستور وهذا خطأ جسيم اذهبوا إلى صندوق الاقتراع قولوا لا لهذا الدستور إن زورت السلطة ستكونون جميعا لها بالمرصاد معناها أن حكم العصابة ما زال قائما أن النظام ليست لديه أدنى استعدادات للتغيير نحن وفقنا في المصار باركنا المصار لأنه كان أأمن كان القيد صالح هو الضامن رحمة الله عليه بعد الله تعالى رحل الآن المعادلة تغيرت وأشياء وقعت لم تكن في الحسبان يجب أن نتعامل مع المستجدات بروح واعية وروح وطنية ودون ذلك فالجزائر في خطر شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم في مداخلة أخرى وما زال هناك الحديث الكثير الذي سنتحدث فيه بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله